كورس كبكات الاحتراف من الصفر. راح تسألي تقول ليش بالتحديد تطبيق كبكات. يا الان في كل الادوات اللي يحتاجة كل منتج وصانع محتوى. ايش تريد اكثر من كده يا صديق العسل. يبقى شبك المفضل. وشدن جهازك. تابع معي ثامن حلقة من كورة تطبيق كبكات الاحترافي. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. ايوكم والله اهلا وسهلا بكم تخلقنا اليوم نتعلم كيف نضي الايفكتات على اي فيديو اتغالين عني في كبكات. ما في شخص محترف الا ويستخدم هذا الايفكتات بطريقة الابداعية والاحترافية. عندنا الايفكتات كيف نستفيد منها? اول شي عندي حالة القائمة الان امفرغ انا فيديو. تمام? هذا القائمة. كيف راح اسمني الايفكتات? الايفكتات راح اطبقها على جزء من فيديو على فيديو معين. مثلا عندي البلور. عايز اضيف كل نور خلفية. شوف لاحظ معي. اضيف النور الخلفية. افرغ الفيديو. ouaisضيفه على الطبغ الخلبي. راح اطيني بنور خلفية. ماسنا ما شوف مع بعض. وهيعطيني كأنه انا مصور في على كاميرا احترافية. لاحظ معين. شوف شوف قبل وبعد. هذا بعد. هذا قبل وهذه بعد اقدر ازود البلور. هذا الشكل راح يعطيني فيديو احترافي كأنه مصورا على الكاميرا. احترافي اقدر زي fingernail البلور. هذا الشكل شوف معين. احني الصراحة قمة في الابداع كماسنا الا ما لاحظ قبل. لا حقا. انا طبعا بعد بفرغة الخلفية. انا تستفيد من عندما ان تتفرغ الخلفية وتحط على جزء معين من الفيديو بلور. فيقدر تضيف على جزء معين تقسم وتقطع وضيف على جزء معين. مسلا انا اضيف الان تأثير ثاني. بس لان تأثير الان الاضاءة هذه تقبل شفناها مع بعض. فيقدر نضيفها على كل الفيديو. عالم. ما اصر يعني انتقال نضيف الاضاءة على الفيديو نفسه. كبه في شرحناه كانتقال. انتقال ماذا يرضيك فوق الفيديو لا. الان اضيفك ايش كاااا تأثير او فلتر فوق القديو ناتش. واجهة مبيزة لكل شخص مقتمتي تتخلي ترجع وتتخليه بطيئا. هذا الشيء. كيف يضيف الكاب? كيف تتحكم في لو باس اتحقها. فانت حر بشين على. هنا في عندك تأثيرات بصرية اكثر احترافية اكثر تأثير مثلا عند البرق. تأثير البرق بعدما تجيب او كراما ويجيب بارقين عندك تأثير جاهز. تأثير البرق. لف مع بعض. تابشن على الفيديو. طبعا هذا مع الصوت راح يعطيك شيء احتراف. ان التأثير خاص في الكاميرا. زي في الكاميرا انت تتصور الفيديو معين. يبقى على تأثير من رحمة الفيديو هنا. يعطي نويز على جزء من الفيديو. دائما شغر في الفيديوهات السينمائية يعطيك يعني نويز على جزء من الفيديو. مو انتقال لا. تأثير على جزء من الفيديو. هذا مموية جدا يعني خاصة مع الصوت راح يعطيك شيء احترافي جدا. وثانيا يبدأ لون باهث ويبدأ على دائما نشوف. ننزل تاحت راح نشوف ما هنا مثل هنا لايت كلوب. مجموعة من الافكتات والانتقالات اللي بس تساعد على تكرار الفيديو بها الشرق. او على افضل فكت اضفحة لينس. طريقة استخدام وآآ مبادئ استخدام وآآ كيف راح تستخدمها على مجموعة من الفيديو. هنا يعطيني زي التواج على الشخصية لنشوفكم مع لنواخر. مسلا حطوا اطفال فيه هنا. راح تنزيل لون الازرق اطفال فيه. يازل كل شخص مفتن فيه السلام هذا دائما نشوفه في دائما بعد نشوف فيديوهات حس زي النعومة في الفيديو. شخص مفتن فيه. لو تحطه فوق بعد. طبعا تقدر تخفف منه. كيف يضيف الكابشن على. يعطيك زي النعومة للفيديو. لو شوف واحد ثاني طبعا هنا البنور. هذا البنور. بنسئل لي قبل شي شرحنا لكن هذا البنور اكثر احترافي من الاول لاحظ معين. ما تقدر لاستحكم فيها عند الدخول لها. مفاجئة او ايش يبيلك البنور كيف راح يكون. هذا الطريقة الاحتراقية. شايف كيف التأسيرين صارا مع بعض. كنيهم جايب لكم مفاجئة او زيادة البنور. هذا الشيء ويزل كل شخص مفتن فيه هنا تلزل تحت بعض تلاقي مجموعة من الفكتات هنا الاينارة واليضاءة التي شرحناها هنا مجموعة من ايضاءات الخاصة في الفيديوهات تقدر تطبقها على اي فيديو معين. بعدما تروح الجبا كورو ملا اخضرت حتى انها شيئة معينة. راح يتم تطبيقها. وايجي او. هنا فيها الاشياء الخاصة في الخواطر والفيديوهات اللي فيها كلام اه طويل وزي البودكاست. فتقدر تستفيد منها بهذه الغلطات الجميلة. لانا تقدر تخلهم استمر على الفيديو وانكررها بشكل النهائي. تمام. هنا زي كانو فيه الشمس داخل على على الشخص اللي تتكلم. شوف تلاحظ معي كانو زي اضاءة الشمس. هي السلام على البداع. تقدر تتحكم في السبيل الخاص فيها. وكانو فيه الشمس جاية وبساطة على جزء من الفيديو. كانو فيه نخل جاية على الشخص الموجود داخل الفيديو. خلنا نشوف مع بعض شوفك ان فيه زي تأثير النخل. او شجرة النخل على الفيديو. هنا زي تأثير الدخول على انوار واضاءات حادة. زي ما شوفنا مع بعض. كانو نارى الشمس داخل. فيها تتحكم في ايش في تفاصيلها وقوة تأثير على الفيديو. طبعا فيه كثير من الانتقالات الافكتات الاحترافية. كل ما نزلت تحت كل ما لقيت مجموعة كبيرة ومبصلة من التأثيرات اللي انت تقدر تستفيد منها على اي فيديو شغال علينا. لاحظ معاني الان بعد ما تم تأثير تطريق هذا التأثير وتنزيله كيف راح يتبورد. زي تسرج وتكسير القنزاز. وترمائك في مية على التصوير او اصتر. حتى من تصوير شيء. اهام لو روح على الفين ومربعة عشرين يعطيك احتفالات واشياء خاصة باللعابة النارية واللعابة النارية. في كل اشياء خاصة في المونتاج الاحتراف. الروح القايمة ونختم فيها حرقتنا لهذا اليوم نقلصنا القايمة شرح في الترس قايمة ترانزيشن وقايمة افكت تروح على ستيكرز. ستيكرز هذه من اشياء نستفيد منها في اضافات على الفيديو مثلا نضيف دائرة نضيف سهم نضيف شخص اشير نضيف اشياء فوكاهية مثلا سهم تقرأ تبعث ان يسمي مثلا اومو جي في مجموعة من ستيكرز الخاصة تقدر تستفيد منها بطريقة رائعة وهذه غير موجودة على اي برنامج منتاج ان ترح تستطيعني مثل بريمير مثل اكتر افكت البرامج المونتاج الاحترافية لنعركة بعضنا واصلا تم تأسيس هذا البرنامج على انه خاص في صناع المحتوى يستفيد منه في صناعة المحتوى وتوفير اكبر حزمة ممكن من الادوات اللي يستخدمونها صناع المحتوى من ستيكرز من ترانزيشن من الابكت من الفلاتر كلها صراحة احترافية شوف هنا يوفر القائمة من الامو جي الاحترافي سلاثية لابعاد ان تقدر استفيد من الفيديوهات الفوكارية واللي نقدر نضيف بها مشاعر اكثر عن طريق الامو جي فتقدر تأخذها وتستفيد منها هنا الدائرة مثلا اشرح عن شي معين في الفيديو اجيب الدائرة هذه واستخدمها واشتر عليها مثلا على هذا الجزء فانت بدل ما تروح تجيب كراما تفرض غير كراما وتنزدل الفيديو فانت الان موجودة عندك مجموعة من ستيكرز اللي هتك انتستفيد منها واتطبقها على اي فيديو عندك على المونتاج في كابكات شوف تلاحظ معاين طبعا كنت تتحكم في اسكيه وتتضيف لها انتقال وانيميشن مثل ما اتفقنا مع بعض في درس الانيميشن كأنضيف الانيميشن لأي شي خاص فينا سواء ستيكرز او فيديو او نص في حلقة الانيميشن لاغون كميع الحلقات في وصف الفيديو من بداية الكورس الى نهاية الكورس عشان تقوم معنا مع بعض وهنا مجموعة من الستيكرات الموجودة مثلا هذا اشتراك اشتراك في اليوتيوب ومثلا هنا ايكون مجموعة من الايكونات الطبية الاشياء الخاصة في الجوقات مجموعة لا منتهية هنا مثلا ورد يعني صراحي يوفر لك اشياء كبيرة جدا 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 وادوات واسعة جدا من استيكرز هو لا منتهية وكل شي تحتاجه من استيكرز موجود عندك مثلا هنا هذا السهم والتأثير البسيطة الخاص في ميديوهات الموشن مثلا اذا ضيقك هنا مثلا اتتعجب او اتتكلم عن شي معين يس هلا ادفق معين التأثير كيف فهذه كلها جاهزة وانيميشن بانيميشن جاهز واحترافة هذا دائما نشوف في فوقك اذا انت هتتكلم عن شي وانا اصبت بالدوار فهذا التأثير تفضل من موغراسة تصاب في دوار ثمان انا اصبت بالدوار من صراحة من كمية الافكتات والقوائم الموجودة داخل كوبكات احترافية ابداعية بقمة الروعة يعني توفر عليك وقت ومجهود كبير صراحة وفر وفر مجهود كبير صناع المحتوى والاشخاص المحتمين في صناع الميديوهات بشكل يومي اللي يحتاجون يصنعون ميديوهات سريعة واحترافية فايقدر استخدموا كوبكات لاحظ معي هذا الافكت الجميل استيكرز الجميل اللي يعطيه اوكي ونجمع فكلها ابداعية كلها ابداعية مجموعة من الاستيكرز اللي تستخدموا مجموعة لا منتهية من استيكرز وقابلة للتطوير وقابلة للتجديد وقابلة للإضافة من الشركات كوبكات لانه بشكل كلما ينزلون اصدار جديد من كوبكات ينزلون لك ايش مجموعة من الاستيكرز الجديدة الجميع وانتشر هذا المحتوى عند الجميع واشوفه في الحلقة القادمة وفي الختام سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا الى الا انت استغفر واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة